شوف هم كلهم ولاد كلب حريقة تحرقوا مالثنين الخضر والسود ولكن على الأقل فيه ولاد كلب واضحين مرة واضحين واضحين جداً كده يقولوا إيه وإحنا وسخين ولاد كلب وأطوز فيكم بس في ناس تانين الله المستعان يدعون العفة والشرف والأخلاق وهم في الخفاء اللي في الموسم الأول كان كلام فاضي كمية تراقض مش طبيعية في أليسنت وكريستن اللي معاه فوضى فوضى معاه تدريه هم إيش وإيش يبغوا ويا أهلاً وسهلاً وكل عام أنتم بخير معاكم الوجيه وأخيراً وبعد سنتين من الانتظار وصل الموسم الثاني من مسلسل آلة تنين وإش فيه أجمل من إنك تفتتح الحلقة الأولى بمشهد من الشمال وموسيقى الشمال مشهد أشعل الحنين لأيام جميلة عشناها في Game of Thrones وعائلة الستارك طيب يا جماعة في بداية الحلقة استكملنا رحلة الأخوين لوسيرس وجيسيرس ولكن للأسف لوسيرس لم تكتمل رحلته اللي هو أصلاً لا جاب تحالف وله اللي رجع سليم أصلاً جزء منه صار في بطن فيغار فيغار عملت خلطة أصلاً خلطة ما عمر التنين سووها شوية من لحم تنين وشوية من لحم بشري وخلطوه مع بعض وبالعافي عليك فيغار الحين متكيف عشة التنين تسالف مع التنين يا لطيف في حلقة اليوم وفي افتتاحياتها نستكمل رحلة الأخ الأكبر جيسيرس واللي كان متجه إلى الشمال علشان يزبط علاقة عائلته مع الشمال وهناك التقى بشخصية جديدة واللي على ما يبدو أنها بتكون شخصية جداً مثيرة للاهتمام أي شخصية من الستارك دائماً تكون مثيرة للاهتمام أصلاً ألا وهي شخصية كريغن ستارك وبمجرد ما بدأ يتكلم وبمجرد ما بدأ يسالف الأكسنت الموسيقى الثلج الملابس شعار الشمال الجدار الجليدي ياه يا كمية الحنين يا عيال في بداية الحلقة شيء للأمانة تقديم شخصية كريغن ستارك كان مرة مختصر لأنه أعتقد في النهاية المقصد أنه خلاص الشمال معنا يا جماعة طمنا أوكي فشلنا في الجنوب نجحنا في الشمال ما ينفع أني أظهر تحيزي للسود صح في المراجعات بس خلاص قد عطبنا معاد في فرق أتوقع بعد عماية الشريفة والعفيفة معاد في أحد مع الخضر صح؟ ليش تروح مع الخضر أصلاً؟ عموماً حبيبي شوف الحوار كله اللي صار هذا بين كريغن وبين جيسيريس كان مرة جميل ورهيب وفي كذا ريفرنس الأشياء صارت مستقبلاً شوفناه في جيموف ثرونز ولكن للأمانة المشهد هذا كان بيصير أجمل لو أننا ما نعرف إيش ورا الجدار كان كذا بيصير عندنا فضول ها إيش في ورا الجدار؟ ليش التنانين وقفت هنا ورفضت أنها تعبره جدار؟ شكل فيه مصيبة بس خلاص محروق علينا لأنه إيش نعرف غيموف ثرونز فأعتقد هذا واحد من الأسباب اللي خلت المشهد قصير مجرد أنه أوو يلا يا جماعة أشوفوا خذو لكم شوية جرعة حنين المشهد هذا كأنه هدية ذكارية المتابعين مسلسل غيموف ثرونز زمن وكمان كان تقديم لشخصية كريغن ستارك خلاصة الكلام يجي مع شما نطول في الجزية الأول هذه جيسيريس بدعم من كريغن ستارك قدر أنه يرجع لأمه رينيرا وهو معاه جيش ما جاءوا معاه ولكن خلاص ضمنهم كريغن قل له ازهلني أنا من عندي لك ألفين رجال صح أنهم كبار في السن شوية بس ترى مدقدقين في الحرب يشيلوا الليلة وغير كذا ستارك يا ولد نظبط المظبيط نجيب لك الناس من الشمال مدقدقين معلمين فلذلك رحلة جيسيريس للشمال نقدر نقول عنها تمت بنجاح على عكس لسيريس بعد كذا يا جماعة نروح عند الأميرة المارقة الساحق الملاحق وحواره الجميل والغريب في نفس الوقت مع الأميرة رينيس أطلع على ظهر تنينيق قوم يلا خلينا نأخذ فرع على كينغز لاندينج أقول لك حرق أتا كيف أتا أقول لك توني جاي التعبانة ومبهذلة تنيني جيعان وأنا جيعان وتعبانة وأخي رينيق قال لك فرع على كينغز لاندينج لعبوا بعدين وين الملكة؟ رينيرا وينها؟ وهنا كانت واحدة من أجمل النقاط اللي صارت في هذا الحوار وي راح تفسر لنا أشياء كثيرة عن شخصية رينيرا في بداية هذا الموسم دايما يا جماعة مر زعلان وين الملكة تركت عرشها وراح تدور لي فلدها احنا فاضين يا بوي عندنا انتقام عندنا حرب وهذه جالسة فرفر ولكن في الواقع يا جماعة اللي عملته رينيرا يدل على حاجتين يدل أول شي على عدم تسرع وعلى حرص كمان هي حاقدة حاقدة ما فيها كلام مؤلع من جواتها تبت انفجر بس رينيرا قالت شوف الانتقام بيحصل بيحصل بس في جواتي كذا في حاجة جواتي تتساءل يمكن ولدي ما مات يمكن ما زال عايش كذا عايش في حالة نكران ما راح أبدأ في رحلة انتقامي وأشعل فتيلة الحرب رسميا إلين أتأكد أنه ولدي ميت وميت ميت بس أنا باتأكد هذه الساعة أوصل لخاتمة وكلوجر كذا أقول أوكي ولدي مات وأدفنه وأحرق ما تبقى منه وأروح أبدأ في رحلة انتقامي وإشعال الحرب واستعادة العرش وهذا الكلام اللي قالته رينيس لديم هو ما كان فاهم إيش قصتها ليش تقاعد تطير في الجو وجالسة تدور جثة ولدها إيش الفكرة ولدها ميت خلاص قالت له رينيس قالت له أنا بنتي لما ماتت جلست في حالة نكران ما صدقت إنها ميتة إلين رحت شفتها بنفسي وبعدين ديمون لعله فهم الكلام وقال أوكي أوكي كل نظامكم من نسوان حتى لما رينيرا رجعت وقابلت ديمون أعطاها البتسامة ذيك قالها خلاص شفت اللي كنت تبغي تشوفيه أخذت الكلوجر اللي تبغيه نقدر نبدأ الحرب الآن ما جلست دقائق يا رجل على طاولة الاجتماع اللي قالت جيبولي رأس إيموند أهلاص الحرب اشتعلت خلاص ولدي شفت جثته بدفنها وبحرق ما تبقى منها وإيا كان اللي لقيته هناك أتوقع بس ملابسه ولكن تيقنت إنه ميت الآن نقدر نبدأ في رحلة الانتقام وإشعال الحرب واستعادة العرش المغتصب بعدين يا ولد ديمون أعطاها ابتسامة لئيمة كذا أوكي أوكي كذا نظامك يا أخي لو قلتلي من زمان كان أخذت النيني ورح تدور معاك والله ما كنت أدري والله ما كنت أدري أنا أسف يعني بس خلاص أعطاها ابتسامة ذيك أوكي لئيم لئيم ديمون شخصية غريبة صراحة وصفها الكاتب بأنها من أكثر الشخصيات رمادية صعب جدا تعرف إيش يبغوا وإيش أهدافه كل شوية كذا تلاقيه بوجه واعتقد هذا واحد من الأسباب اللي مخلي يا ديمون الشخصية المفضلة عند كثير من الجمهور طيب يا جماعة علشان برضو ما نظلم رينيرا كآداء للدور طبعا مشاهدها هي تدور على ولدها ما في كلام ما كانت تتكلم بس الملامح لغة الجسد يا لطيف قدرت إنها توصلي مشاعر الأم وفقدان الإبن بشكل يا لطيف الألم النفسي اللي جالسة تمر فيه رينيرا مش طبيعي رينيرا جالسة هيم في السماء بس علشان تدور كلوجر تبغى تتأكد إنه ولدها ميت في صوت داخلها يقول لا ما ليش يتأكدي يمكن ما مات يمكن طح في البحر يمكن نجأ الأمانة بالرغم من قلة المشاهد تبع لنيرا في هذه الحلقة إلا إنه أداءها كان هرافي 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 ورائع بعد كذا يا جماعة نروح لمشهد اللورد كورليس بجوار ما تبقى من سفينة وسفينة ما فيها أخلاف يعني بس إنهم دقدق أحالة حالة غير قابلة للبحار ولكن اللي يهمنا في هذا المشهد يا جماعة إنه الشخص اللي أنقذ لورد كورليس هنا هو هذا الشخص كورليس لما أصيبه سقط من البحر زمان في ذيك المعركة في معركة الاعتاب الشخص هذا طب للبحر وأنقذه فلذلك هم صلطوا الضوء على هذا الشخص لأنه ممكن إيش يظهر مستقبلا ويكون له دور وكذلك برضو يهمنا في هذا المشهد الخنجر الخنجر اللي كان مفروض يروح لمين لوسيرس لوسيرس الخنجر هذا طلب اللورد كورليس إنه يتم صناعته علشان يتم إهداؤه لوريثه لوسيرس بس وين لوسيرس شوف بطن فيقار الله أكبر عليك يا فيقار بس الأمانة ردت فعلا لورد كورليس كانت يعني واضح أنه مره متأثر يعني وريثه كان مره مهتم لموضوع الوراثة ومن الذي سوف يارثه فجأة كل ده تبخر وما معال للخنجر ذال فأتوقع الهدف من هذا المشهد هو شوية ريفريش يعني يذكرونا بعض الأحداث اللي احنا نسينا بعد كده نرجع لكينج ل довالك مقر العرش الحديدي والحزب الأخضر وهنا يا جماعة نشوف استعدادات الخضر وحرصهم الشديد جدا فكرة إنهم اغتصبوا العرش هذه جزائية ولكن فكرة إنهم قتلوا لوسيرس هذه صارت مشكلة أكبر وأكبر يعني اغتصبتوا العرش وكمان قتلتوا ولد رينيرا أحيه لو انه لوسيرس ما مات يعني كان فكرة أو فرصة الهدنة وعدم اشتعال حرب كانت بتكون واردة واردة. بس الحين خلاص. الحرب قائمة قائمة لا محالة. فالخضر عارفين انهم جابوا ام العيد. علشان كده مجاهزين يا ولد الاسوار ومجاهزين كينج لاندينج بحراسات 24 ساعة. بل انهم حطين مضادات تنانين. افتكرت مضادات التنانين اللي في جيم فترونز وكيف انتهى بها المطاف. طيب يا جماعا عندي سؤال واحد بس. ولاد المانيب قايل الخضراء دولي. معاهم المسكينة هذي هلينة ليه. انا عارف بنتهم من دمهم ولحمهم بس. يا ولد مي لايق عليهم. مرة م لايق عليهم مسكينة. عائلة وحزب كل واحد احقر وادنى من الثاني. يعني شوية لنقدر نقول انهم لا كويسين هايتاور. صح انه لئيم وكذا بس سياسي. قاعد يقدم شغله. اللي بقول لكم البنت هذه هلينة. ومرة شكلها غلط. ومرة مو لايق عليهم. ما احد قادر يفهمها. ما احد قادر يستوعبها. واضح البنت على نياتها ومي جاريا وين الله حطها. وفوق هذا كله البنت حالمة. يعني لو احد فهمها وجلس معها وسولف معها بشكل كويس. بيعرف انها قادرة تتنبأ بالمستقبل يقل عم القوة الرهيبة دي. حذرتهم من انه عين ايمونت بتنفقع ولا عبروها. ورجعت انفقعت. حذرتهم انه في وحش متخبئ في الاسفل ولا عبروها. وخارجت عليهم الاميرة رينيس من تحت او من الاسفل وشقت ابوهم شق. والحين جالسة تحذرهم. انا خايفة من الفئران. ايش اللي مخوفك من الفئران. لو بس سألوها ايش فيها الفئران حبيبتي. عسى ماشر حكينا. مدري ايش. عندنا تنانين. قالت لهم يا ابويا خلي التنانين تسري. الفئران هذه مصيبة. ولا احد عبرها. قالت لهم. اما انتي يا اخي. مميزة بالتالي. يا سوالي. فريبة. يلا سلام. وفي نهاية الحلقة شفنا الفئران جواب الفعل. وصره على ولده. بنرجع لموضوع الفئران وصائد الفئران ورمزية الفئران هذه. انا ودي اتكلم عن الاسنت والحمارة حقها في هذاك المشهد. ايش فيه. ايش فيه. ما رح اقدر اتكلم عن الاسنت وكريستون. لانه مشاهدهم مع بعض كلها. يعني ايش قلة ادب دايما. لازم قلة ادب. الظاهر انه معاد بيظهروا مع بعض. الا في مش ايش هد مخل الاداب. العفيفة. الشريفة. اللي كانت تقول للرينيرا. اياكي وقلة الادب. كله الا الشرف. ايش هد. وين الشرف. ما عاد فيه شرف. ما علنا يا جماعة نجي للملك ايقون الفاسي. عفوا ايقون الثاني من اسمه. اللي ما يدري وش يعني ملك. يعني تخيلوا اجتماع. مستشارين. والبلد في حالة تأهوب استعداد للحرب. وهي تورى العاقل الوحيد والسياسي المحنك الفاهم والوحيد في هذا الحزب. قاعد يقول لهم يا جماعة بعض العوائل رفضونا. بعض العوائل الم رضو يتحالفوا معنا عندنا مشاكل في التحالفات. الوضع زلطة. والملك ايقون جالس يطقطق. يطالع فولدي يضحك. اعطيه ايه خد الكورة. افقع عينه بيه. اقول لك. معاجبك والدي صح. اجلس على رقبتك ويديك. اطلع فوق انت. ويلا يلعبوا لعبة الحصان. ايام ويش هالملك التعبان ارحمني. تكبروا بلاهته وتسلطوا للأمان اذكرني شوية بجفري. مع انه جفري مرة مطحس. يعني على قل جفري كان عنده كذا شخصية شوية. يعني ا اذا طلب شي سوي. هذا لا. يقول حاجة يجي احد يهوش ويقول اه اوكي. خلاص بلاش. خلاصة الكلام يا جماعة. في الاجتماع هذا المجلس عرفوا انهم متلحفين مع رينيرا. ما فيش مفرد. لو انه ولدها ما مات. ممكن. ها ممكن. ولكن احد المستشارين قال والله الحرب قائمة قائمة. التنانين اشترقص. التنانين اشترقص ما فيها كلام. التنانين حالفين انهم راح يرقصوا. وخلينا فرضا. فرضا كذا. فرضا نقول انه انتقام رينيرا حصل. راحت وانتقمت. سواء من ايم هل راح تنتهي الحرب. لا. حتشتعل اكثر واكثر. يعني ايش الحرب قائمة قائمة يا جماعة ما فيش مفرد. اوتو هيتور طبعا كان عنده خطة الهجوم المباغت. ولكن بعد موت ولد رينيرا صارت معاد فيه. معاد فيه هجوم مباغت. صاروا مستعدين الحين. الله ينكبك يا ايمونت. رينيرا الان مستعدة للهجوم والدفاع ومحاصرته مصلا. طبعا اليسنت وجودها وعدمها واحد في المجلس هذاك. حتى هي لاحظت وقالت يا بابا. انت كيف ابدل بني في المجلس هذا يا بابا. وين هي يا بابا. الله يرحمك يا فيسيرس. ما كنت عامل لي زي كذا. يا مسكينة والله مسكينة يعني. استغفر الله دي. ما ادري الواحد يش يقول عنها. الضائعة ضائعة. تحاول تصلح الوضع عشان صديقتها. ولا تحاول تنهي الحرب عشان عيالها يضلوا بخير. ميدا ليش تسوي. متورطة. غير انها موسوسة وتطالع في العملات هم يغسلوها. اي الله مادري واحدة منهم بتسممني برع. طع 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 برع. طع طع برع. طع طع برع. طع برع. طع برع. طع برع. ولولا وجود أوتوهايتاور المحنك الوحيد والسياسي الفاهم في هذا المجلس. اقسم بالله العظيم الخضر دولي بيروحوا في ستين داهم. مو محافظ على تماسك المجلس إلا أوتوهايتاور. بعد كده نيجي للأعور. عبدو ترنتينو. فهمها من فهم وجايلها من جال الله. واللي على ما يبدو انه جالس يخطط لشيء قذر من جديد. يعني تخيلوا قتل أبوه وأخوه وحارق أبو قلعتهم. وعلى ما يبدو انه الآن جالس يحاول يتخلص من أوتوهايتاور. وإذا أنا فاهم ك ويس فأعتقد انه الأعرج لمح لأيقون كده قل له اي جدك هذا الشايب يا رجال ما من أمه فائدة. اعطيني منصب المساعدة الملك وشوت أوتوهايتاور ويزهلني أصبط لك المصبيل. ويبدو انه أيقون عجب الكلام وممكن ممكن مستقبل انه شوف الأعرج مساعد للملك. وهاتك يا فوضى فوق فوضى لو صار الأعرج مساعدة الملك. إذا أوتوهايتاور يا جماعة شوفوني أقولها لكم وبكذرها. إذا أوتوهايتاور طلع من الصورة ومعاد صار عنده قرار داخل المجلس هذا. أقسم بالله ما أدري وش فيه من داها تنتظر هذا وللخضر. يعني تخيلوا في مشهد ثاني الملك يستقبل شعبه ويأخذ ذلك الشكاويهم واقتراحاتهم. وأي طلب يطلبونه يقول لهم أوكي بسيطة سمع نطاعة. ويجي أوتوهايتاور يا ابناء حلال عندنا قوانين وعندنا أنظمة. إنت لا تجي تقول إذا قلت لهذا أيوة بيجيك عشرين واحد بعد ويقولون أيوة نبغى أيوة زيه. فلو لا وجود أوتوهايتاور في هذا المشهد برضو كان أيقون عطبها فوق ماي معطوبة. أوتوهايتاور هو الوحيد القادر على حفظ توازن الخضر بدون أوتوهايتاور الدنيا ممكن تنقلب إلا لو تقدمت شخصية مستقبلا. أنا أوكي أعرف أنه الأعرج مش سيء وداهية بس والله أوتوهايتاور أدهى منه بكثير. وفي حوار جميل جدا يوريكم قدي إيش أوتوهايتاور فعلا فاهم وشايف الصورة الكاملة بينه وبين بنته أليسنت. أليسنت جلسة تحاول تهدي الوضع وتحاول قد ما تقدر أنها تتجنب الحرب وتحاول تبرر لنفسها إنه أوه اللي صار صح إنه ولدي قتل ولدها بس وال اللهم ضربوا وفقعوا عينه زمان هو يفكر بالانتقام وأخذ انتقامه بس أنا برضو ما أبغى حرب ورينيرا صديقتي يا ولدنا اش يسوي؟ وبالفعل أيمند ما كان قاصد إنه يقتل لسيريس بس خلاص قتلته لا قتلته وكان يبقى يطير عقله شوية ويفقع بس لا طير عقله واكل عقل واكل واكل بالعافية لا مش بالعافية فأليسنت جلسة تحاول تقنع نفسها إنه اللي حصل يعني الله المستعان أمر حتمي يعني إيش نسوي هو انتقم لنفسه بس خلاص إحنا مش بالضرورة ندخل في الحرب ولكن أوتوهايتور شايف الصورة كاملة وقلها هي سوقي وما أنت لا حل هنا سوى العنف والحرب ما فيها كلام الحرب قائمة قائمة لا تشغلي مخي ولا أشغل مخي نجي للدودة البيضاء مع شوقة ديمون السابقة والمخبرة العصورة اللي كانت تترزق من القيل والقال في الريد كيب بعد ما حرقوا مقرها وبعد ما سروا عليها هي الجواسيس اللي معاها شردت واتجهت إلى الأمير ديمون مسكها ديمون وحاول إيش إنه يستخرج منا معلومات يا خاينة يا معفنة يا ونجري إيش من ذلك كلام قاتلوا هي يا أبوي يسمع ترى كل اللي كنت يسويه لقمة عيش ولا لأوتوهايتور يعني لشي ولا الخضر يعني لشي كنت أعطيهم معلومات يعطوني فلوس بيزنس إز بيزنس لأكثر ولا أقل وأنا الآن هنا ما عند أمي أي شغلة حاول ديمون يمين يسار يجيب أخبار منه معلومات ما هي راضية قال يا ولد أوكي وقرر ديمون إنه يعطيها سبب علشان تقدر تتفاوض تبدأ تتفاوض هي الحين حرة طليقة ليش بتعطيني معلومات شالها ودها السجن قال لا يسمعي تبتخرجي من السجن هيا هاتي معلومات بلا وصارت تعطي معلومات وعرف منها مين الشخص اللي ممكن يقدر يفيده داخل القصر عند الخضر بحيث يقدر يتسلل وينتقم ويقتل أيمنت الشخص هذا يا جماعة هو صائد الفئران ظهر في بداية الحلقة ترى هو معاها يش مصيدة فئران والكلب الصغير اللي يصطده الفئران وظيفة إنه يدخل القصر يصيد الفئران من القصر أو من حتى الممرات السرية اللي ما حد يعرفها كثير اللي يقدر يدخلو لها من بره وتفجأت رأس بناك كده في مكان معين داخل القصر أو في أي غرفة أنت تبغاها ويفترض أن الممرات السرية هذه ما يعرفوها كثير هيا صائد الفئران هذا يا جماعة هو اللي هيلينة كانت تحذر منه قالت للملك ايغون أنا خايفة قالت خافي من ايش تننين عندنا تنينين قالت يا ابن حال مش تننين فئران هذا هو الفأر هذا هو الفأر صائد الفئران تفسير حلم أو تفسير كلام هيلينة المسكينة هو هذا هي خايفة من هذا صائد الفئران وبنرجع لدي الجزئية أكثر برضو بعدين نيجي الواحد من أجمل وأروع المشاهد اللي صارت في هذه الحلقة مشهد عودة جسيريس إلى أحضان أمه رينيرا وكيف أنه حاول قد ما يقدر أنه يحافظ على رباطة جأشه ويحاول أنه ينقل خبر نجاح تحالفه مع الشمال بهدوء لرينيرا ولكن خبر موت أخوه كان أقوى وأصعب وما لبث ثواني من نقل أخبار الشمال لوالدته إلا وانهالت الدموع بينه وبين أمه رينيرا هو يصيح وهي تصيح مشهد كان مرة مؤلم ومؤثر للأمانة فويل للخضر من جر قد اقترب ويل لمن يدعون الشرف والعفة فخلاص كده يا جماعة يفترض أن رينيرا أخذت الكلوجر تبعها حرقت ما تبقى من أثر وملابس ولدها الآن ما راح يمنعها من الخضر شيء ورينيرا الآن عندها سببين بدل السبب الواحد استعادت عرشها المقتصب وكمان انتقامها لابنها لوسيرس طيب يا جماعة نجي لأهم مشهد اللي كان بداية نهاية حلقة اليوم مشهد كان يا واد كمية توتر وأعصاب مش طبيعي وصول الأمير المارق الساحق الماحق الملاحق ديمون إلى الردكيب وبمجرد ما خشخش بدنا نير لأحد الحراس الحارس شافه قال والا ديمون أرحب يلا انت حي ديمون قال له ها معنا ولا مع هايتور وقال جملته الشهيرة بصوته المميز الحارس والا صوت مرة مميزة تحسوا كده يصلح فيلين يصلح مؤدي صوت لشخصية فيلين فقال كلمته الشهيرة بمعنى انه ايش أنا معاك يا ديمون آمر تدلل بس فديمون قال بس خلاص الخطة بدأت فالآن الخطة واش تقول يا عزيزي الوجهية صائد الفئران هذا وظيفة انه فعلا يصطد فئران داخل القصر كده وظيفته يصيد الفئران اللي موجودين داخل القصر ولكن ممكن نفهم انه جاسوس ممكن نفهم انه جاسوس آدم يقدر يدخل الى الممرات السرية في القصر ويصطد الفئران بمعنات انه يقدر يسمع اشياء كثيرة يقدر يشوف اشياء كثيرة فاذا قدرت توظفه بالشكل المزبوط راح تستفيد منه مزبوط فأيموند عرض عليه عرض بسيط مرة بسيط يا وقت أبسط عرض ممكن تشوف حياتك قال له يسمع بعطيك ذهب راح اقتلوا لأيموند ايزي بيزي صح خذ صديقي هذا معاك بصوت مميز ذه خذوا معاك ودخلوا القصر وقتلوا لي ايموند وتعالوا وخذ الذهب هذه دفعة اولى وخذ الدفعة الثانية لما تيجي وبالفعل لما دخل صائد الفئران وصاحب الصوت المميز الى الريدكيب او الى القصر اكتشفوا ان الوضع مش بذيك السهولة ابدا لا والله الموضوع مو سهل كنا نتوقع انه سهل لا مش سهل ولما وجدوا نفسهم مش قادرين انهم يلقون القبض او يقتلون ايموند عساس انه مرة بيقول لهم اوكي اقتلوني لقوا نفسهم وين بعد تخبط وحوسة في القصر لقوا نفسهم في غرفة ضعيفة الله هلينة قالوا بس يا ولد شكل ايموند هذا حلم صعب اننا نحققه خلينا نحول على عيال ايقون لانه ليش لا نقتل ولد ايقون الوريث الشرعي له وكذا نكون حققنا الانتقام ما احنا قادرين نجيب ايموند ومستحيل نطلع فاضين من القصر لديموند والله لا يسرع علينا وايقوند اصلا عنده ولد وبنت الولد جيهيرس والبنت جيهيرا فقالوا خلاص نجيب رأس الولد هذا بدأ الراس ايموند وينفين نجيب ايموند يا ابوي الوضع زلط اصلا ويا الله او ممكن ننكفش في اي لحظة في القصر وكان مشهد يا الله شوفوا مع انه ما كنا نسمع الى اصوات بس اصوات التقطيع كذا يا لطيف اقسم بله مشهد كان صعب جدا اللي بقول لكم الجريمة هذي ما رح تعدي على خير الجريمة الشنيعة هذي ما رح تعدي على خير قتلوا طفل صغير في فراشه يا الله يا الله ايش المشهد ايش هذا اقسم الله وانا تابع الحلقة قاعد اقولي يا ولد ما كأنه زحفوا شوية طفل صغير في فراشه يتم قطع رأسه كذا ما شفنا بس سمعنا الاصوات كانت مؤلمة مستحيل ايقون يخلي الموضوع هذا يمر مرور الكرام بالذات انه شفنا كيف علاقته مع ولده واضح انه مرة يحب ولده وما يسمع فيه لدرجة انه مطنش الاجتماع وقته وكان يطالع فيه ويضحك انا في البداية للامانة توقعت انه هيلينة كذبت عليهم قالت هذا الولد وهو مش الولد قالت انهم اقتلوا البنت بس على اساس انه الولد ولكن في الواقع طلعت مرة مسكين البنت غلبان على نياتها وانا الولد هذا الولد اقتلوه يا الفئران الفئران اللي حذرتكم منهم واصلوا قاعدين يقتلوا ولدي قدامي المهم هم يقطعون في ولدها من هنا هي شالت بنتها من هنا وجيري على غرفة امها يليتها ما دخلت ايش كنتم متوقعين تلاقيها قاعد خطط استراتيجيات مع السير اللورد كريستون استافر الله استافر الله والاستالكلام يا جماعة رقصة التنانين حاصلة حاصلة لا محالة ولا مفر منها والوضع بدل ما يهدأ صار اخش والنار انكب عليها كيلو بنزين والطين ازداد بلة فوق ماه مبلول الواضح كذا انه مستقبلا ايقون في الحلقات الجاية ايقون بيقلب ام الدنيا فوق تحت اما انه بيقلبها بطريقة كويسة ويخلينا نستمتع وتكون لحظة استيقاظ له او انه بيجيب ام العيد بطريقة مرة غريبة ومادرش بتكون فالحدث هذا موت ابنه ممكن يكون لحظة استيقاظ له اوه والله اني كنت مطحس ولدي مات وسط القصر وانا جالس اسكر على العرش الحديدي احى لا لا يا حبيبي انا واضح اني لازم اصحى لازم اعقل لازم اكون ملك فعلا وممكن لا ما يفرق معا شي ويروح يجيب العيد زيادة الله اعلم واتمنى بس اتمنى انه اوتو هايتور يظل في منصبه لانه اوتو هايتور لو تم ابعاده من الصورة انا ما اعرف اش بيسوي الاعرج انا ما ادري اش بيسوي الاعرج قلت لكم قبل اوكي الاعرج ماه سهل بس والله اوتو هايتور مرة مهم يكون موجود وله دور في اي شي يسوونه الخضر الى يوم الاثنين القادم باذن الله ونشوف على وين الدرب مودينا وايش بيصير ما بين الخضر والسود حلقة جميلة للامانة وبداية مرة اسطورية للموسم الجديد الله اعطيكم العافية يا جماعة ابلوا لايك اشتركوا في القناة كان معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم